السلام عليكم أخواتي كذيرين لبساليكم اتمنى تلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحة والعافية ان شاء الله اليوم كما كتشوفوا معايا ندير هاد الحلوة البلا كريم ديال البرتوكال اللي كتجيل ديدة بزاف وغاتعجبكم كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليها في تعالق خليكم تتكتشفوا الطريقة وكذلك المقادر فخليكم معايا موسيقى 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 اخواتي سأبدأ بلا كريم سأحتاج لها بيضة واحدة سأضعها في واحد الكسرونة موسيقى موسيقى أخرج 5 موسيقى هاد الحليم موسيقى لان couldnçe ثلاثة يروف موسيقى نضيف جوج المعالق الكبار الميصينة لما كانت لديك ميصينة سوف نضيف الكريم باتيسير نحرك الكل جيد و نضيفه فوق النار و لا نحيط فوق النار نحرك و نحرك حتى يقصح الخالط و نضيفه فوق النار و نضيفه برد لمدة 30 دقيقة هنا كما تشوفوا معي اخواتي سوف نغطي الكريم باتيسير نغطيه بواحد البلاستيك و سوف نضيفه مبرد مدة 30 دقيقة على ما نضيف الباقي المراحل احنا غندوز المرحلة الثانية غادي ندي هنايا وحد اربعة ديال البيضات او خمسة البيضات الى كانوا كبار غا تاخدوا ربعة و الى كانوا صغار خوضوا خمسة البيضات فعلى حسب هاد المقادر عندي هنايا كاس في ميتين آآ جرام ديال آآ دقيق وعندي ميات مليلي دخ ديال الماء و ميت مليلي دخ ديال الحليب و سبعين جرام ديال الزبدة غادي نقبط واحد الاناء وغادي ندير فيه الحليب مع الماء وغادي نزيد عليهم قبيصة ديال الملحة وغادي نزيد عليهم الحكة ديال العاصر البرتقال و ديال الزبدة وغادي نديرهم فوق النار هنا اخواتيم اللي غلا الماء والحليب ستعليهم هاد الكاس ديال الدقيق وغادي نخلط جيدا بلا سباتيولة و جبت واحد الاسباتيولة بقيت ندرك بها حتى أولا الخاليط ملس وارطب عاد باش غادي ندوز نزيد عليه البيض فهنا البيض ازتيالها ربعة لانه بللي بانه غادي يجيني الخاليط جاري وغادي نبدأ نخلط حتى ينساجم هادك البيض يدخل البيض مع دقيق وغادي نحصل على هاد الخاليط اللي هو شوية كي يكون ارتب وليين غادي نديره على جنب وغادي نجيب واحد الإناء اللي غادي نمشي الفران غادي نديره بابيا سلفي غيزي وغادي نخويه فيه باش ندخله الفران وغادي نديره على مية وسبعين وندير فيه هاد الخاليط اللي هو غادي يطيب على درجة ديال مية وسبعين لمدة ديال 5 ساعة ديال 15 دقيق فهذا الكيكة كتجير لها تشكل هكا كتجير طبع ما كتلصقش لإنها فيها زبدة وطيبة مزيان فغادي نحيد لها هاد ونخليها تبرد حتى نصيب كيكة تانية بنفس المقادر وبنفس الطريقة باش صيبت اللولة هادي وخصتكون على نفس القياس في ديال ميت ديالها نفس القياس لإنها خصني باش نعمرها بلا كخيم يعني تجي وحده التحت ووحده الفق ولا كخيم فست منهم فإلا كان عندكم جوج متلا جوج دير المولات قد ديروا مقادر غادي تضوبلوها في مرة وغادي نضيبو الخاليط في مرة واحدة انا صيبتو على جوج الدف واحد هناج بتلك خيم باسيسياخ كيم ما كتشوفو غادي نضيرها في طرر بالكهربائي وغادي نخلطها مزيان ومقنزيد عليها واحد سبعين قرام ديال الزبدة شوية بشوية حتى تتاخد علها تشتتولى لها تشكلها دا وكتتندامج مزيان معها وكتبلي رطبة وغادي نضيرها في واحد لا بوشا دوي باش غادي نعمر بها الكيكة ديالي فهنا كيم ما كتشوفو معايا هاد لا بوشا دوي كتسهل علينا الخدمة وحتى لما كانت شاعدكم تقدروا تعمروا قبل المعالقة ماشي مشكلة فانا كنديرها على اساس باش ما تخرجليش من الحاشية اهنا غادي نقبط هاداك الإطار ديال المول اللي غا نعمر فيه غادي نقض هاداك الكيكة الثانية اللي صايبت غادي نقضها من الحاشية باش تجي متساوية ومتجيش خارجة من الكيكة غادي نقضها مزيان وغادي ندوز باش غادي ندريسي الكيكة ديال موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة